السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير أو مساء الخير حسب ما حتشفوني معاكم أسمة ديهي النهاردة إن شاء الله حنعمل شوية أرئيش حلوة وسهلة وخفيفة جدا هعملها معاكم سادة وبالينسون قدام حضرتك في العجان جبت كيلو من الدقيق ونخلته الأول كويس جدا بعد كده نزلت عليه بثلاث معلق كبار من السكر الخشن خلاص نص معلقة كبيرة من البيكنج بودر معلقة كبيرة من الخميرة الفورية معلقة صغيرة من الملح حقلب بقى كلام ده كله الأول كويس جدا قبل ما ضيف السمنة والزبدة والزيت لازم حبيبتي أتأكد إن كل المكونات اختلطت مع بعضها هنزل عليهم كمان خمس معلق كبار من السمسم لسه معانا ينسون بس مش هضيفه دلوقتي وحقولك ليه في الآخر خدي بالك معايا القرائش دي دايبة بتضف البق دوب يعني متقربة إلى حد ما لكحك العيد تمام بعد الكلام ده كله مختلط مع بعضه حبتدي دلوقتي أنزل بالمادة الدهنية أنا هنا مستخدمة زيت ومستخدمة زبدة 200 مل من الزيت و250 جروم من الزبدة تمام؟ حابة تحطي زبدة على سمنة ماشي حابة تحطي كل زبدة ماشي ولكن كله زيت لا مش هينفع ليه؟ أولاً لا هيبقى فيه طعم ولا ريحة وكمان الزيت بينشف النواعم تحدي فيها في الحيط ترجعلك تاني تمام كده؟ بصي كده دي أول مرحلة للتبسيس طبعاً التبسيس بالإيدين أنا عملته معاكو قبل كده كتير باخد كده العجين على كف إيدية زي ما يكون بخص الرز بالزبط وقتني كده أدعك فيه لحد لما العجينة تطرى معايا وكل ما حتطرى معايا كل ما كان أنعم أكتر يعني باختصار كل ما حبسس أكتر كل ما العجينة حتبقى طرية مش هتاخد مني كتير مية وبالتالي العجينة حتبقى نعمة معايا أول أرقيش هتبقى نعمة معايا وبتضف البقء دوب خلاص كده بعد ما تبسس كويس جدا نزلت عليهم ب250 ملي من المية حابة تستخدمي لبن مفيش أي مشكلة حابة تستخدمي مية النتيجة واحدة تمام؟ يدوبك بس كده العجينة حتلمي معايا وبعد كده حوقف العجين طب بالنسبة لإيدينة لو استخدمنا إيدينة بترطيف إيديكي أو بصوابع إيديكي حضرتك حتنزلي بالمية كلها دفعة واحدة وبعد كده حتلمي بترطيف إيديكي العجينة حتلمي معاكي بسرعة زي ما حضرتك شايفة كده أنا مشغالة هنا العجينة أول ما حطيت المية على السرعة الأولى يدوبك العجينة لمت معايا وبعد كده على طول حوقف العجين وهشتغل فيها على طول أنا ما بيسيبهاش تخمر الأول أنا بيشتغل فيها وبعد كده بيسيبها تخمر براحتها لو وصلتم معايا لحد هنا أتمنى من حضرتكم لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد ركزي بقى معايا في اللي جاي العجينة مش طرية ومش ناشفة أخدت كده بسم الله الرحمن الرحيم حوالي ربع العجينة والباقي هضيف عليه معلقة ونص من الينسون المطحون أنا بديله طحنة خفيفة في الكبة عشان ريحته تظهر وتبقى قوية تمام؟ لأن عندي بيحبها سادة وعندي بيحبها بليانسون هتديهم لفها واحدة بس وحفصل العجين وهشتغل على طول أهم حاجة حبيبة قلبي ما تطوليش العجن لأن كتر العجن في النواعم بيخليها تعظم وتعمل عرق خلاص تعالي بينا يلا نسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي نشكل الأرقيش هاخد كده كتعة صغيرة تعالي بس الأول أوريكي العجينة عامل إزاي بصي كده ما فيهش عرق إزاي متفتلة وبتتقطع من بعضها حبرومها كده الأول حوريكي حاجة وبعد كده حقولك نعمل إيه وأنا برولها حتتفتح من بعضها مش معنا كده أراح أجيب مية أو لبن أو سمنة وأحطها عليها شايف الكلام؟ حاجة عاملة إيه؟ حاجة محننها بين إيدي يعني إيه؟ أحننها يعني أدعاكها بين إيدي العجينة حتطرة وحتبقى زي الفل وكمل لو وصفة عادي خالص اوعي قلبي تحطي مية لأن المية بتخلي النواعم تعظم خلاص ابتجي بقى فرزيها كده بكف إيديكي وهاتي يلا على طول القطعها وقطعي بقى برحتك خالص حسب السمك اللي حضرتك عايزيه سوي كده من الجناب يمين شمال قطعي كده بالراحة حسب السمك اللي حضرتك عايزيه أول حتة من يمين وأول حتة من الشمال باخدها كده وبعيد تشكيلها تاني على طول هنرصها في صاج مش مدهون أي مادة دهنية واعمل غيرها تقدري حضرتك ترسي في أي حاجة القرقيش من النواعم اللي أقدر أشيلها من مكان لمكان يعني حضرتك رسي في أي حاجة دلوقتي ولما تيجي تسوي يسوي برحتك خالص هتاخد مني وقت قد إيه إحنا دلوقتي في صيف مش هتقل عن ساعة طيب بالنسبة للخمر القرقيش حبيبة قلبي شكلها ما بيبقاش خمرون مقارنة بالمعجنات الأخرى وخصوصا النواعم النواعم حبيبة قلبي مدامة نعمة يعني عجنتها نعمة ما بتخمرش خلاص بصي هنا كده حننتهى شوية بصي بقى التشكيل بقى سهل إزاي بالنسبة للدقيق المستعدم يا قلبي أنا مستخدمة دقيق خاص بالبسكوت والنواعم أو البسكوت والكحك حضرتك عايزة تستخدمي دقيق متعدد الاستخدمات مفيش أي مشاكل بس اخد يبالك ممكن ياخد أكتر من كده مية يعني ممكن يزيد معلقة أو معلقتين من المية بصي بقى الكلام كده خمرت معانا شكلها زي ما قطعناها زي ما خمرت حجمها ما بيزيتش طيب عرفت ازاي ان هي خمرت بشم ريحة خميرة مالية الدنيا تمام التسوية درجة حرارة ما بين مية وتمانين لميتين درجة خلاص بشغل من تحت ما بشغلش الشوية بصي بقى شايف النقشة من الجناب شكلها ايه النقشة دي أو الرسمة دي بتاعة العجلة اللي أنا قطعت بيها بصي ما زالت موجودة ازاي ده بيدل على ان الارئيش نعمة جدا بصي كده انا بي انتهالك اكتر واكتر ازاي يعني انا بعرف الحاجة نعمة من النقشة اللي موجودة فيها مادامة النقشة موجودة بعد التسوية بعرف ان الارئيش نعمة من قبل ما دقها او النواعم عمتها النعمة من قبل ما دقها بصي بقى جمال ايه رأيك طبعا ما بحركاش من مكانها غلما بتبرد تماما تماما تعالي بقى كده نقطع واحدة مع بعض ونشوف الدنيا ماشي معها ازاي مش عايز اقول لحضرتك اتنسف اتنسف طعمها حلوة قوي قوي ونعمة وبتضف البقى دوب تكلفل هنا يا رب بصي كده بسم الله ايه رأيك بقى شايف قلبها مفرغ ازاي ومش متحملها حد يلمسها بتضف البقى دوب بصي انا بوريكو باكل من كتر حلوتها ورحتها لقلب الدنيا بأكد تاني على حضرتك لازم حبيبتي تتبسس كويس جدا لان كل ما حبسسها اكتر كل ما حتطرى معايا اكتر كل ما كمية المية المستعدمة حتقل وبالتالي القرائش حتطلع معايا نعمة جدا شكرا لكم مع الف سلامة